تتوافد طلائع الحجاج إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة وهو الركن الثالث من أركان الحج حيث أدى حتى الآن أكثر من 650 ألف حاج طواف الإفاضة وسط منظومة من الإجراءات الصحية والخطط الأمنية والتدابير الوقائية ضمن سلامة الحجاج وسلامة تفويجهم لأداء نسوكهم بيسراً وسهولاً من مشاءة الجمرات ينضم إلينا موفد الحدث أحمد بقاتو أهلاً بك أحمد كل عام وأنت بخير هل تضعنا في صورة ما يحدث الآن كيف هي الأجواء نعم كل عام وأنت بخير رشا يعني نتحدث تفصلياً عن ما يحدث هذا اليوم نحن الآن في جسر الجمرات كما تشاهدين من خلفي حيث يأتي الحجاج في وفود على أوقات مختلفة ومتعددة للوصول إلى هنا ورمي الجملة العقبة الكبرى يعني الدعين نشرح كيف تتم هذه العملية هذا المنظر الذي تشاهدينه والذي تعرضه الكاميرا الآن هؤلاء يأتون كوفد كامل مع مرشد أو مرشدين يحملون اللفتات المرتفعة هذه اللفتات هي التي تشير إلى مكان المرشد يعني يأتي إلى هنا ويقوم بالتجمع كهذا التجمع الذي تشاهدونه الآن يقوم المرشد بإعطائهم كيف ما الذي سيحدث سيقومون برمي الجمرات سبع حصيات وبعد ذلك يعودون مرة أخرى إلى هذا المكان وبعد ذلك ينطلقون إلى رمي الجمرات ويعودون إلى مكان المرشد حيث هذه اللافتة الكبيرة مرة أخرى وحتى لا يضيع هؤلاء الحجيج أو يتوه بعضهم عن بعض كما تشاهدين الكثير من اللافتات التي يرفعها المرشدين وكذلك أيضا غالبا النساء كما تشاهدين يقومون بطمأنة أهاليهم وذويهم عليهم فريحون للغاية خاصة وأن الكثير منهم يقومون بالحج لأول مرة هؤلاء حجيج العراق كما تشاهدين حالة من الفرحة الكبيرة يسيرون مع المرشد هم يتدفقون كفوج واحد لا يوجد أي شخص يخالف هذا الفوج حتى لا يضيع هذه الطريقة وكما تشاهدين أيضا الكثير منهم يرتدون اللون الأزرق أو هذا اللون حتى يعرفون بعضهم البعض هذا يساعد أيضا مع الشرى المرتفعة على أن لا يضيع أحد من الآخر بالطبع هذا المكان الذي تشاهدينه الأمور فيه تسير بنسيابية كبيرة هذا طوابق واحد من خمس طوابق كاملة موجودة لرمي الجمرات الأربع طوابق تعمل الطوابق الخامس وهو طوابق السطح لا يعمل الآن نظر لحرارة الشمس وسيعمل مع ساعات المساء لذا منطقيا مع هذه الطوابق ووجود الحملات على تفوجات متعددة وفي أزمنا وأوقات محددة من المستحيل منطقيا أن يكون هناك حوالي التدافع أو إصابات كما أنه أيضا كون هذا المبنى مغطى والطوابق مغطى يمنع وجود درجات الحرارة عارية هذا الطوابق وكما الطوابق الأخرى بها جهزة التكيفات الكبيرة والمراوح أيضا الأجواء هنا جيدة للغاية إذا ما قرنت بالأجواء خارج جسر الجمرات بعد أن ينتهي الحجيج من رمي الجمرات يقومون بالتوجه إما إلى الحافلات وبعضهم يتوجه مباشرة إلى المسجد الحرام حيث يقومون بأداء طواف الإفاضة والسعي لمن لم يسعى في بداية قدومه نحو تحدث عن حوالي مليون حاج سيقومون بأداء طواف الإفاضة هذا اليوم يعني أكثر من نصف عدد الحجيج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة أيضا لم تسجل أي حواليث أو منتسير بالسيابية